قرية في بغداد متهمة بتهريب مليارات الدولارات قصة بدأت من استدراج الفقراء والبسطاء في قرية سويب وإقناعهم بعمل وكالات خاصة يوكلون فيها محاميين من أجل تسجيل شركات بأسمائهم مقابل 300 دولار شهريا والأمر تم بحجة شراء العملة من مزاد البنك المركزي لكن القصة لم تكن كذلك نصب واحتيال نطينا وكالة نسجل شركة باسمك ونطيك عليها راتب 200 دولار 300 دولار هاي اللي ينطوها اللي صار نطو وكالة عامة مال الشركة الوكالة العامة صارت دخول مزادات عملة وصارت غسيل أموال وصارت حوالات وصارت بلاوة قشرة من وراها من راح المحامي يقول علي 146 مليون دولار يابا هشي 146 مال ياش من راجعنا طلعوا مستغلين الوكالة والشركة اللي مسوينها مستغلينها يهربون بها أموال خارج البلد وابوي يعني لا هو الموقع ولا بعلمه ولا يدري ورجال يعني خريج ابتدائية ما يعرف ناس كسب عماله صبحنا اليوم بل فين و22 طلعنا احنا مطلوبين كشفنا الوضعية طلع اسمها مطلوبة وكذا 900 مليار أو كذا مليار احنا وين نوان مليارات 58 مواطنا بسيطا تقريبا وجدوا أنفسهم مطلوبين للقفاء بتهم تهريب الأموال إلى الخارج والتهرب الضريبي بعد الحجز على أموالهم إن وجدت ومنعهم من السفر أهالي المطلوبين يطالبون بإنصافهم وتفعيل إجراءات التحقيق بحق المهربين وغسري هذه الأموال في الخارج أنا قاعد جار حتى ست هذا الموضوع مبلغ عليه 8 مليار دولار يعني مو شوي نحن نطالب يعني مثل نقول رئيس القضاءة فاق شيخ فاق زيدان نطالب أنه يهتم هذا الموضوع نطالب محمد شاعر السوداني أيضا ينظر بهذا الموضوع أنا ناشط طبعا رئيس قضاءة العراق الأستاذ فاق زيدان بأنه يهتم بهذا الموضوع ليشعيفين الحرامية الأصليين ومتشلبين بالناس الفقرة أتمنى من المحكمة الجنايات أنه يتحققون من هذا الموضوع قبل ليحكمون على العالم ضحايا النصب والاحتيال أضحوا مطلوبين لمحكمة النزاهة ومكافحة الفساد الحكم عليهم سيكون بسجن المؤبد أو 15 عاما إن لم تتدخلت جهات المعنية للنظر في قضية فساد كبيرة راح أبناء هذه القرية ضحية فيها لجهلهم بالقانون من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير اشتركوا في القناة